التبرعات اللي جات للنادي الاهلي من السيد توركي الشيخ كيف الصرفت ومنافذها وحجمها نكنت بتكلمنا وانت وانحنا جايين انه الناس اللي هتفضل دايما تتكلم النادي الاهلي خد انت مش عايزين تأخذوا بالكو انه عدد كبير او الحصة الاكبر ولعلها الاعظم من هذه التبرعات نظير مش احتراف لعبين وانتقالات لعبين انت خدت لعيبة انتقلت للدور السعودي معارين او غيره هنا انا اتمنى على هذا الوزير الجديد المهندس اشرف صبحي او الدكتور اشرف صبحي المصارع بتفعيل دور هذه الجهات الرقابية احتراما للزمم المالية انا اللي شدت وقلت له النبي ما تسيبها تحلي نفسها بالضبط احتراما للزمم المالية اللي المهندس هاني ابو ريد اتكلم عليها والى نقاء هذا المجلس اللي واقف يستقبله مجلس ادارة النادي الاهلي اللي عمال يستقبل كل الاتهامات والمعايرات الغريبة جدا من الناس على هذه التبرعات لا يا سيدي خلينا نكون مش يعني نكون فاعلين شوية في حتة الدور الرقابي اشتركوا في القناة